هم كانوا رايحين دماغهم. هم رميين الفوت. لا هو الحقيقة المنطقة المغريبي برضو يعني ما تيجي ببص ثالث عالم ورابع رابع عالم في الكبار. ثالث اه اولمبياد. لا. الناس دي في حتة لازم نفعلهم القبعة الحقيقة. ماشي ما اختلفتش. وهم اصلا ماشيين بسيستم ونظام وعندهم هدف ماشيين عليه. احنا ما عندناش هدف. هي سؤال بقى كابتن هنا. هو كابتن حزم صراحة برضو هو بتكلم قال لك احنا ما عندناش التأسيس ده اللي في المدرب. ليه يا حبيبي استاني بس. اه. كما انت لما جبت كابتن حازم والكابتن بركات لما جابوا دل اتنين دولة تقال لك عشان. مدربين. لأ نبني خطة جديدة للكرة المصرية. صح? اللي بالنسبة لفيتوريا وميكالي. ايوة. مش هما دولة اللي يخططوا. مش هما دولة اللي يحطوا البرامج بتاعتهم. فين البرامج. ده واحد كم دروح يقاز ازلب في المدرج. واللغض بتاعه بقى قد كده من كتر الاكل والشرب والراح اللي كان عملها الاسم الفيتوريا. والمفروض ان ده كان يبقى هنا وده كان هنا. يعني. ده متخصص يا كابتن في السن ده. حبيبي ماشي متخصص هو يعني. متخصص. ندينه بقى المنتخب اللي احنا عايزين نشوف امم افريقيا عايزين نشوف كسع اه. يعني وصولنا كسع عالم. وما نروحش بقى تشريف. طيب امتى نبقى زي المغرب كابتن في تخطيطها او في الشكل اللي ظهرت بيه الحقيقة على مدار يعني بنتكلم سنتين اهو. طيب. يعني نبقى زي. انت مش انت مش كسبه. انت مش كسب المغرب دي في الامم الافريقية اللي هي قبل اللي فاتت. قبل ما يروحوا كسعالة. قبل ما يروحوا بكم شهر. باربع شهور صح. تمام. او تلت شهور صح. تمام. ما كانوش مناظرين كده. احنا عايزين الناس عندها بتخاف ربنا وعندها ضمير وبتحب البلد. بس. ما فيش مصالح. ما فيش سببات. ما فيش. لان دي مصر. دي مصر. هات اللي هو. يا عمي. الفلوس اللي اتدفعت لفيتوريا. والمصالح اللي من تحت الترابيزة وفوق الترابيزة. اه. تجيب لك احسن مدرب في 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 العالم دلوقت. اتنين واحد ده كان كروش كابتن. هو اللي كسب المغرب. حبيبي ماشي ما انت. انت بتقول التنظيم. اه. انت كاسبهم. كم شكل عام. اه. قبلها بتلات شهور. هما في التلات شهور دولت. نظاموا نفسهم. والذي سياسة بقى. لا بقالها فترة اكيدنا. يعني. يعني انت مسلا كان ساعتك كان اسمه خليل مش عارف ايه كده. خليل زيت مش عارف ايه ولا زيتون. ايه عايزة. كان ماسك اللي هو كان ماسك المغرب لما احنا كسبناه. صح? الاتحاد. غيروا جابوا الركراكي. عشان ان هما شافوا ان ده. اه. مع انك موصلهم كاس عالم. احنا هنا زي كبر قلنا ان الراجل ده. لغاية هنا وتفكيره وقف. مفروض نروح بكاس عالم بمدرب عالمي. اه. ولو حقق معانا كانت تسع شهور او عشر شهور لو تفتكر. اه. ايوة. ايوة. ايوة ده احنا كسبناه ساعتها. اه. فهم غيروه جابوا الركراكي. لا هم غيروه عشان كان فيه عامل مشاكل. ماليش دعوة. المهم. المهم ما قولكش ان ده وصلنا كاس عالم يروح. شافوا المصلحة. اه. معامل مشاكل يعني احنا لو رحنا بالمشاكل دي. هنروح ونرجع في اول طيارة. فلما تغير ايه اللي حصل. الدنيا تلمي. اللعيبة لمت بعضيها مع المدير الفني مع فوز الاقشع. مع الجماعير. مع مطش بيجيب مطش. مطش بيجيب مطش. وصلوا. اه. طيب ما قلت ليش يعني. نبقى ازاي المغرب ازاي. ما انا بقولك اهو. هان انت بس ناس تبقى مصلحة لعنة. دي رقم واحد. ويجيبوا ناس تخطط للقره المصرية بعيدة عن الاهواء. والانتماءات. مش هتحاربهم. هحاربهم لو غلطوا. اه. هو هما نازلين من السماء ملايكة. هنتقدهم. هنتقدهم. ما بص. ما انت لما يحصل حاجة لازم يبقى فيه انتفاد عشان تلحق تصلح نفسك. اه. انما انت للأسف بتقول وما حدش بيسمع كلامك. فيه احسن من بركاته وحزن. يا عم هما دولة اللي هلعبوا. ولا دولة اللي هيدربوا. لا انا بتكلم. احنا نجيب الاول. فنياتهم. يا عم فنياتهم كانوا جابوا احسن من دول. لو هما بقى عايزين يخططوا صحق. وقبلك. انما المشكلة هما جابوا. وبعد كده ايه اللي حصل. فيتوريا كان رايح اكسم بالله. اي مشجع مصري لو ميسك مصري في امم افريكا اللي فاتت دي. كنا عملنا شكل وادا احسن من كده. انا بقول لك مشجع مش مدرب. طيب ميكالة كانت يعني وضع ايه بتشوف انه وضع ايه. يعني يبقى في في مصر. وعلى اي مصري مسلا ولا ايه اللي يعني يمسك ولا يمشي. بس بشرط قاعد معاه واتكلم معاه. امت. اه طبعا. لان لان في حاجات هي مش عجباني انا مش اقدر اقولها. بس انا طبعا. ليش تدي كورة? اقول الكورة كانت. ما هو في فيه لعيبة انت مركز عليها ليه. زي مين? زي محمد طارق وزي احسن مع بنجيد وزي اه بلال مظهر وزي اه مع كل الاحترام والتقدير اه اه قطة. يعني لا فيه فيه يعني فيه قطة ده على فكرة تحس كده انه هو عايز مدرن. وبعدين ما يلعبش اللي في توقيت معين. لما انت مثلا عايزت بغوز لعب الفرق اللي قدامه. هو لعيب كويس وبيجري كتير بس انتجه عالجون ضعيف قوي. يعني محمود صبر ده حاجة محتربة. وانت لما كنتش خدت يعني مسلا لو كنت خدت مام عشور كان هموت موهبة زي دي. هو كان محمد عب منعم لان عندنا كان خلل في الديفنس. الخلل واضح اوي. ما عمر فايد في التارد بتاعه ده برضو. عمر فايد على فكرة احسن لعيب في البطولة دي. الوحيد اللي عندك اللي كان بياخدوا الكرة ويطلع بس معندكش نص ملعب ويط. وعلى فكرة برضو شوف احنا اسنين على النني. النني ميلعبش بماتشاكل لها. النني عمل ماتشاكل. لأ خلاص بقى لاني بقى له فترة ميلعبش. فالنني كان بيقوم جاي صائد في الاتنين اللي هم المساكين. فتحس ان كان نص ملعب بالسرق. دي حاجة تاني حاجة. ما انت عندك احمد عبدالنبي اللي هو كان بيلعب في زي. بك رايد. انت ليه ما حططوش. ودخلت محمد شحاتة هو وزياد كمال وقدامهم مع محمود صابق. خلق محمد شحاتة انا هتنمين تعب شوية اني. واقع نص ملعب. واقع انه بقى اي كرة وحتى كمان اقول لك وبما يرضي الله. الجني الاولاني في فرنسا والتاني هو اللي مغطي محمد شحاتة لاني برضو مش حتته. يعني لو حتته هيبقى واقف على خط واحد وشايف الناس فهي بقى معزور. طيب يعني اه ميكاني اه ده كانت بس انت لازم تقعد معاه قبل ما يععد. اه طبعا. هو محدش هيفنطل لنا. محدش هتعرف بقى دماغه بجدة ازا كان ده مدرب كويس قوي ولا ان هو حافز مش فعلي. اه. بس دكتور ايه مدرب كويس. لكن انت عايز هو هو في المجمل كويس. بس انا كويس في ايه? اني ممكن امه قالوله الدولة القماشة اللي موجودة. لأ انا كنت عايزه ينزل ويلفي في الدوريات يا يا فاروق. هو في اكتر من الاندلة موجودة يا كتور. حبيبي لا انا بقولك بيجي بيجي قوله خد كاشف تمانية من الزمالك تمانية من الاهلي تسعة مش عارف منين تلاتة منين واربعة منين. فهو الرجل بيفكر ان دولة دول امانة. وان الناس دي عندها مصدقية واخد بالك وان دولة احسن لعيبة في مصر. لا مش احسن لعيبة في مصر. فيه احسن من حسان عبدالدين. فيه احسن من كوكا. فيه احسن من محمد طاري. فيه احسن من بلال مظهر اللي هو مشترك. عشان هدوله بيلعبه في الزمالك. يا حبيبي عشان دول اللي احنا شايفينهم فيه اندية تانية. هي اندية مصر دي كلها. اه. طب انت انت بتجري دي. انا واحد بيلعب في الزمالك ماخدوش. لا انا اشوف في اللكان بتاعي اسمعني بقى. انا مدرب. اه. ومش هاخد. ممكن اخده بس ملعبوش اساسي على واحد بيلعب في الزمالك بياخد. انا دلوقتي مدرب.